استقبل وادي الفروسية التابعة لوزارة الداخلية البطولة الصيفية لقفز الموانع بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية ويتذلك في دوء تطوير الوزارة للوادي وتجهيزه وفقا للمقيس الدولية في رياضة الفروسية والاستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية في هذه الرياضة وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة على بحيرة عين الحياة بالفستاط بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده يواصل استقبال المنافسات المحلية والدولية في الرياضة الفروسية ملاعب الوادي وعلى مدار ثلاثة أيام شهدت تباري الفرسان في منافسات البطولة الصيفية للفروسية والتي أقيمت بملاعب الوادي بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية بصراحة المكان ممتاز مكان وصل للعالمية بأرضه بالبوكسات بتاعته اللي هي بيقعد فيها الخيل بالشدود بالتنظيم بالقدارة قدارة الشرطة قدارة رائعة طبعا في قدارتها للمكان يعني بصراحة احنا بنبقى مبسوطين وفحورين ان احنا في المكان دوت وعندنا في مصر مكان زي المكان يعني كل حاجة فيه نظيفة وبوكسات كويسة وكبيرة مكان لائق جدا بمصر وحضرتها ومضيها ومستقبلها فمكان يعني زي ما بقولك يتهمل فيه بطولة عالمية الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية إلى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تبار في رياضة قفز الحواجز بارتفاعتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون أنا جربت جد بطولة بطولات في كبا نادي السداء الصراحة أكبر نادي شفت لغاية دلوقتي واسع والأراضي حتى الماترية اللي بساعة الأرض مختلفة أول مرة شوف حاجة زي كبا الصراحة أنا مستريح والله حسنة مستريحة كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنفسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا فندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي وأماكن لانتظار السيارات فضلاً عن مطاعم وكافتريات أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن لأننا بجد المكان ده نرتاح فيه كمان وجود فندق في المكان ده بيسهل علينا كثير قوي الترانسپورتيشن أو أننا نرجع متأخر بيوتنا وما ننحقش نرتاح والنام ونسحة تانيون فإن البطولة في بجد المكان زي كده فيه إقامة كاملة ده ممتاز جداً وأتم توفير استبلات ذات سعة كبيرة لإواء الخيول مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل أرض الفايبر حلوة ومريحة ووسعة للخيل والخيل مش بتحكي وتقدر تجريبها سريع وكوي غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملعب لتوفير أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات كل حاجة معمول لها التصميم السليم جداً لما تشوف حتى قاعة التحكيم فوق شكلها إيه الزوايا بتاعتها كويسة كل حاجة معمولة ولكن كل حاجة تقاعت كويسة فنياً وإدارياً وكل حاجة فدي حاجة عظيمة جداً يعني هنبن نفخر أن مصر في حاجة على هذا المستوى وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملعب والله إحنا تاني مرة نجي المكان ده ومكان طحفة ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات وأراضي جميلة جداً السدود حلوة جداً وفيه إمكانيات الفروسية حلوة قوي أماكن هناك ويسوا مساحات كبيرة فالحصان بيأخذ راحته ختام فعليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً للبطولة لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية شفت حاجات كثيرة حلوة بصراحة المكان سباشيس الفيو بتاعه على المحيرة مكان خيالي ممكن الناس تجي فيه كمان تتبسط يعني تجي تتفرج على الفروسية ومبسوط بالمكان المكان وادي فروسية مكان عظيم جداً ونحب نشهر روزات الداخلية على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مرة تطوير وادي الفروسية جاء وفقاً لمعايير دولية في رياضة الفروسية إسهاماً من وزارة الداخلية في الارتقاء بتلك الرياضة في مصر ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية وستإشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي الارتقاء برياضة الفروسية في مصر عبدالبركات التلفزيون المصري